ترجمة نانسي قنقر الثقة والتعاون العالمي في مدينة سامبترسبورغ الروسية وشارت الدكتورة البلوشي في كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة للمنتدى إلى المرحلة الجديدة لمسيرة المرأة البحرينية منذ الانطلاقة المباركة للمشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم وما حققته من نقلة نوعية تميزت بالعمل المؤسسي الجاد عزز من دورها مشيرة إلى الدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك البلاد المعظم ودوره في رسم السياسة العامة لمشاركة المرأة وفق منهجيات علمية اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ولفتت الدكتورة البلوشي في كلمتها إلى أهم المبادرات والمشاريع الوطنية التي ساهمت في إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية مشيرة في هذا السياق إلى النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وأشارت الدكتورة البلوشي إلى إطلاق جائزة لتقديم المرأة البحرينية تحمل اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة كأحد أهم المبادرات النوعية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأفراد ليتم بعدها تبنيها على نطاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإطلاق النسخة العالمية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وأدعت البلوشي في هذا الإطار المشاركين من جميع دول العالم للمشاركة في النسخة الثالثة من الجائزة العالمية التي تنطلق هذا العام 2024 وأكدت الدكتورة البلوشي تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات على صعيد تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار مشيرة إلى تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي ساهم في رفع مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ومشاركتها بالمجالس البلدية ووصولها لرئاسة مجلس نواب عام 2018 ونائب رئيس مجلس بلدي لافتة إلى أن المرأة في البحرين قد شاركت في الانتخابات البلدية عام 1926 وهي أول دولة عربية تتم فيها مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية أنا هنا اليوم للحديث حول موضوع قريب إلى قلبي وهو تقدم المرأة البحرينية والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ففي مملكة البحرين لطالما كانت المرأة هي أساس المجتمع وقد ساهمت بشكل كبير في الاقتصاد والسياسة وتقوية النسيج المجتمعي وعلى مر السنوات شاهدنا انتقال المرأة البحرينية من كونها مساهم في المجتمع إلى قائد في العديد من القطاعات وفي مقدمة دعم هذا الجهد يأتي المجلس الأعلى للمرأة الذي تم تأسيسه عام 2001 تحت قيادة قارينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وفي عام 2005 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والذي نتج عنه إنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وقد ساهمت هذه المبادرات والبرامج التي أقامها المجلس في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار